السلام عليكم ورحمة الله زلف اللون إلا اسمحتوا أولا السيد المنصق السيد الرئيس المنتدر السيد الرئيس الشباب السيد الرئيس المنظمة المرأة السيد الرئيس المنظمة المحامين السيد الرئيس المنظمة المحامين نحن فرحانون كثيراً لكي نكونوا حاضرين معكم اليوم للإستماع أولاً بالخصوص، أنا في منطقة اليوم، أنا في سلاء سلاء لدي أحد طرف كبير منها لأن الولدة الله رحمها كان سلوية وأغتنم هذه المناسبة أولاً كما أننا هنا في سلاء لكي نهني وفريق الجيش الملكي على البطولة نهني والجمهور المغربي عامة وشفنا الأجواء في إندازه جميع المقابلات البارح وكيف أجد ذلك في إنقاف والحفلة وهذا الشيء يفرح وكي يبين بأن الآفاق إن شاء الله ما ينتظرنا في 2030 إلى توفقنا سيكون مغرب آخر إن شاء الله هذه منطقة جد مهمة تقريباً خمستاش في المئة من القيمة المضافة من البيب الناسيونال عندها مشاريع اللي هي كبيرة عندها يعني المشاريع اللي موجودة في خنطرار عندها الحمد لله فنادق اللي كنشوفه فربات كتزاد يعني شهر عن شهر الاستثمارات اللي هي كبيرة كين غادي يكون فيه إن شاء الله يعني أكبر سياشي في القارة الإفريقية فيت ألف ومئة سرير يعني في هذا المنطقة في وفق ألف ومئة وعشرين كي لا زون انديوستريال ديال لكسي لراسون منطقة الصناعية ديال التسريع الصناعي اللي في تلقاته الحكومة في بولقنادل كين واحد العدد ديال الاستثمارات الإشكالية ديال ما اللي تكلمتوا عليها اللي غادي نربطه الحوض ديال ديال سبوب الحوض ديال أبرقاق وغادي تمكن تعطيل هذا كحل كبير للساكينة ديال الارباط وكذلك الطرف من الساكينة ديال الضربدة بش الاستدامة ديال الماء إن شاء الله فيعني برامج دولة برامج دولة يعني كي اللي جاي وكي اللي بداء وكي اللي كان خصي يكون عشر سنين قبل ولكن في ست شهور لاست شبعة شهور الآن سيكمل إن شاء الله وهذا كي خلي أنه كين واحد دينامي لأنه كين بعد واحد تنوع كين مناطق قراوية كين مناطق فلاحية كين مناطق سياحية كين مناطق اللي هي تجارية و ويعني وفيها الاستثمارات كل واحد في نجاح زروف المسؤولية ديالونتو اللي حاضري اليوم واليوم يمكن إليكين بعد الناس اللي هما في المناطق القراوية للوقت شوية صعب من من لي كانت لأن ما كان لأمطار ما كان شتا في الوقت ودك شي ولكن إن شاء الله شتا في الوقت يلها والخير يجي في الوقت يلو ونحن في واحد الاستمرار ديال خمس سنين دابا هدى السنوات هدى السنين اللي بقى لنا غادي تشوفوا الخير وغادي تشوفوا بأنه غادي تتمشير مع المواطن وتعاونوا مع المواطن إذا الحمد لله من منطقة لغنية برجالها ونسائها بالاشتغال على واحد العدد ديال المشاريع توم الأحرار يعني جبتو أصوات تبارك الله كبيرة في المنطقة تقريبا أنا حسبت خمسة وربعين في المئة من البرزيدنز يلي كومين على حساب الكلام اللي قال السي الطالبي هي كتراجع الأحرار موجودين مقوة في الجهة موجودين كذلك فيعني عندكم العمدة ديال ديال الريبات وهذا الشيء جميل لهذه المدينة الجميلة اللي كنشوفها الحمد لله كتزيان نهار على نهار وكنشوفوا ضيوفنا الكرام اللي كي يجيوا أشكي قولوا على الريبات ومسؤوني الكبار حيث ملت في مستوى الريبات في مستوى world class يعني مستوى اللي هو عالمي الحمد لله بفضل مجهودات صاحب الجلال اللي ينصروا وكذلك بفضل المغافقين لي لا هما سيد الولي ولا السيدة العمدة ولا الناس اللي كي يشتغلوا كل يوم إذن عندكم نتائج لهي إيجابية واللي خصكم تحافظوا عليها أنا را كانت توقع أنه اللي كتكونوا كتشتغلوا وعندكم العمليات ديالكم اليومية را ما يمكنش إخوان والأخوات يكونوا متفقين على كل شيء ولا بدام يكون نقاش ولا بدام يكون حواء ولا بدام يكون شوية دياله هذه أنا متفق لها هذه ما متفق لها ولكن ولكن هذا شيء خصوا يبقى في الحدود ديال الخدمة ديال المواطن ما تنسوش ما جيتوش باش شيء ضيشي ولا شيء تفق مع شيء جيتو باش تحميروا المواطن وتغضيوا في العمل دياله شكرا بأنه الجديد الحزب بقى كينا معقول ديال الحزب يعني باقي واضح المواطنين أغرس غرس ديال الحزب بقى موجودة عند المواطنين الحمد لله لن نعلاش لأن عندكم حكومة تشتغل عندكم حكومة رغم وهذا شيء قلت لكم وسمعتوه أنه بغو يدونه في واحد الطريق باش نشوفه هل المشاكل ديال الصباح ودين العشية وما نشوفه في المستقبل ورغم هذا كان شوفوا المشاكل ديال الصباح ودين العشية وكان عالجوهم وكانت تعاملوا معهم والمليار ديال الدولار والعشر المليار ديال الدهم لدنا كم شروع في وزارة الفلاحة باش نمي والفلاحة ديالنا باش ميبقى الغلاف السنوات يعني المقبلة باش نتابع المنتوج ديالنا هذا هو ديال كل الصباح ودين لكل الأشياء لأن المواطنين عندك شيء يشوف بليك يمشي يشري يعني شيء حاجة في السوق ولكن مغفلناش مغفلناش على الأهم الأهم هو الصحة المواطنين وشت المشاريع اللي الدات و الف و خمسمائة دي سبنسير اللي غادي تعمل كلها يعني بطريقة يعني مستوى أوروبي كبير لي بلك تدخل مستوى فيك تلقى في الممرض و تلقى فيه الإيكوغراف و تلقى فيه الطبيب و تلقى فيه الإمكانيات و يقدر يستقبلك سيدة العمدار كانت معنا لقت اللي دشنا من واحد من الأوائل هنا في يعني في المدينة ديال الرباط وهذا شيء يعني ما هو إلا جد إيجابي التعليم أولي ولا التعليم يعني العالي من الأولويات ديالنا سمعتوني إذا كنا في البرلمان على ريفون ديال التعليم العالي لنبوتونس ديالها و كيف يمكن تحي تبدل الحياة ديال الطالب كيف يمكن تزيد به الأمام كيف تخليه أنه ما يتخلقوش عليه الأبواب من السنة الأولى وتعطيه الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث حتى يكون صالح للمجتمع و يقدر أنه يندمج ليس في الغير في السوق الشغل شفتو أنه كذلك في ميدان ديال الشغل يعني لشاط دان بيستيسمون عملنا لشاط ديال بيستيسمون دوزنا السبعين مليار ديال الدهم ديال استطماف آخر الجنة اللي كانت اللي هي الجنة سميتو وعننا مشاريع لي هي كبيرة لأن المغرب بفضل الحمد لله التوازنة اللي فيه بفضل يعني الاتقل للناس كي تقوا في سيدنا ويعني في الملكية ديال ناو كي دمو ما ديال الاستمرارية ديال ديال المشاريع لأنه ونحن معمرنا ما بلي جينا من فينا المشاريع اللي كانوا قبل منه لك نشتغلوا بيروم ونحن فرحانين أنه المشاريع اللي غادي نعملوا اليوم بقينا ولا ما بقينا في الفين وستة عشرين ولا سبعة عشرين ولا ثنين وثلاثين تقوم المهم يعني الحمد لله أنه سيدنا هنا الله يطول له العمر غادي كم مشاريع المشاريع غادي تكمل وغادي تزيد الأمام لأن مشاريع يعني في صالح المغاربة في صالح الشباب ديالنا في صالح تشغيل وتقو في أنه الأمور السنة الأولى ديالنا ما كانت سهلة لكم عافتوا والسنة الثانية ما كانت سهلة ولكن الحمد لله هذا الاستثمارات اللي عملنا وهذه الرؤية وبقينا في السكة ديالنا وعرفي الأولويات هنا تخصي الكب ستجعل أنتم مرابيت وتشاهدون الآن من بعد ما كان الكوريد وكان الحمامات مسدودين وكان الكار ما تقدرش تطلع فيه واحد العدد لله كان ننسى وشوية وشوية الله وشوية كيف كنا عيسين الحمد لله الآن الاقتصاد ديالنا كيتتحول كين فاتح كين واحد الحركة كين واحد دينامية في الأسواق بدأت الأمور كتميتو كين واحد العدد ديال استثمارات اللي كي وضحوا هذا الشي ديال من بعد الكوفيد يمكن نقول لكم بأنه يمكن فيه خير البلاد لأن واحد العدد ديال المستثمرين كي قربهم الأسواق اليوم باش يديروا استثمار ديالهم ليهما كانوا بعاد وهذا الشي غادي نقف عليه عندكم حكومة فيها أغلبية منسجمة فيها وزراء اليوم في المستوى عندكم كذلك أغلبيتكم في الجهة ديالكم اللي هي متكاملة كان طلب منكم باش تحافظ عليها باش يعني كل واحد يدير شوية ديال الصبر في الوقت ديالو باش تنجحوا هاد الالكسبرينس هذه التجربة اللي هي يعني فاردة وإما الشي الأخور ديال هذا قال وهذا قال وذلك كله هيا ما ننسوش بأنه جوج المليون ومئة ألف ديال الأصوات اللي صوتوا عليكم باش تكونوا في هذا سمعته رمشي واحد السيد اللي كيتكلم ماشي بالكلام ولا بتشويش ولا هذا غادي نساو جوج المليون ومئة ونمتقن أنكم اليوم غدا إلى رجعتوا الانتخابات وإلا بقيتوا في هذا المعقول ديالكم وإلا بقت الأيادي نظيفة إياكم وإياكم الأيادي خصت تبقى نظيفة وإلا بقت الأيادي نظيفة وكلكم يعني ستتعاونوا معنا ستشوفوا بأنه أصوات وأصواتها وبقاء كتسنكم وأنا متقن بأنه وفحت العدد فيكم وأنا سنرى في 2077 يعني في لكم أنا متقن بأن الأغلبية فيكم سوف يريدون أن يرجع معنا كل ما يريدون أن يرجع معنا هنا في الصال الرئيس لا ونفتخر بأن المدل الكبار في بلادنا الغربات والبضاء فيها نساء تجمعيات يقومون بالواجب ونشجعهم ونتمنى لهم التوفيق شكرا لكم